طيب. ايه بقى التكنيكس اللي مستخدمة في ازالة المية. في تكنيكس كتير من زمان لحد دلوقتي بتستخدم في ازالة المية. كان زمان في فلاتر بتستخدم فلاتر امتصاص. الزيت بالمية بيعدي على فلتر. فلتر ده بيمتص المية يحبسها جواه. والزيت يعدي بعد كده بعد منه. فدي الفلاتر دي ما كانتش بتشيل كل المية. كان بتشيل على قد الساعة بتاعتها. اول ما الفلتر يتملي خلاص ما بياخدش ما بياخدش مية تاني. فالزيت بالمية يكمله بعد كده عادي. والتكنولوجي اللي بعدها كان حاجة حاجة اسمها حاجة اسمها كوليسينج فلتر او فلاتر الالتقام. دي دي برضو ما بتشيلش كل المية اللي موجودة لان اللي دي بتشتغل ان الزيت بالمية بيعدي عليه. بيعدي على الفلتر ده. فالفلتر ده بيجمع جزيئات المية. وبيفصلها على على الحيطة بتاعة الهوزنج بتاعة الفلتر. فدي بتدو المية تتكسف وتنزل وقدرانا اسحابها اسحابها من تحت الهوزنج. والزيت بعد كده بيعدي منها. لكن دي ما بتبقاش برضو بتشتغل بكفاءة ان هي ما بتشيلش كل المية اللي موجودة. يعني مسلا ما بتشيلش مسلا لو عندي لو عندي او عندي او عندي دي طبعا ما بتدارش تشيلها خالص. التكنولوجي التالتة السنتريتيوجال فورس. السنتريوجال فورس طبعا كلنا عارفين يعني ايه السنتريفيوجال فورس. القرطة ده اندركزية. ان انا بلف في الزيت بالمية بسرعة. فنتيجة الفرق الكسفات اه بيتبتدي المية تطلع فوق والزيت ينزل تحت. فديت انا بشيل دي كويسة جدا لو انا عندي لو انا عندي بس لكن ما بتقدرش اه تتحكم او بتقدرش تطلع المية لو كان عندي او لو او او كان عندي او كان عندي لكن هي كويسة جدا في التكنولوجيز او الزيوت اللي بيبقى فيها بس يعني في في بعض في بعض في بعض بالزيت بتاع التزييد بالزيت اه بيبقى في بعض الزيوت بيبقى من اختصاصه ان هو ما بيشرابش المية ما ما بيوصلش معايا للمرحلة للمرحلة او فبتبقى المية معظمها فلو انا استخدمت عليها سنتفيوجل سنتفيوجل ماشين هتشتغل معايا بكافية. النوع اللي بعد كده الفاكيوم ده بصورة 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 مبسطة ان العلاقة بين الضغط اللي موجود عنده الزيت بالمية ودرجة غليان المية ان انا لما بقلل الضغط اللي موجودة في المية فانا بقلل درجة الغليان فانا ممكن اوصل اوصل لدرجة الفاكيوم لفاكيوم معين اقل توصل درجة غليان المية لدرجة حرارة ما تأثر ليش على الزيت فدي ممكن ان انا اشيل منها كل المية اللي موجودة في الزيت النوع اللي بعد كده الفلي فلوينج نيتوجين ان انا ممكن جوة التانكات في بعض السيستمز ان انا ما ينفعش ان انا اسخن الزيت اصلا فيها فبطار ان انا استخدم الفلي فلوينج نيتوجين ان انا بدخ نيتوجين على سطح الزيت جوة التانك فدوة بيشلي بيشلي اللي موجودة جوة الزيت دي بتبقى طبعا بتستخدم زي ما قلنا ان انا ما بينفعش ان انا سخن فيها الزيت زي مسلا في الجنريشن جاي احنا بنقدم ايه في الووتر ريموفل الووتر ريموفل عندنا الاول مكنة عندنا الفي يو دي المكنة دي بتستخدم التكنولوجي بتاعت الفيكيوم بتاعت الفيكيوم دي ادريشن اللي هي بتعمل للزيت عند الفيكيوم معين عند الفيكيوم المعين دوت بتبتد الميا تغلي عند درجة حرارة اقل من البويلينج بوينت بتاعتها اللي هي عند الضغط تتجاوب تبا تقريبا حوالي مية درجة فاللي هي بتغلي عند درجة حرارة قليلة انتأثر ليش على خواص الزيت فاقدر ان انا ابخر الميا الميا تتبخر لي عن درجة الحرارة القليلة دي فاقدر ان انا اخدها برا الزيت واطلعها في فتنكات خارجية وعندي البي وان الكمباكت هي بس كومباكت اصغر منها دي بتستخدم في المارين ابليكيشنز وهي فيها الخطية اللي هي بتشلي الميا الملحة لان المارين ابليكيشن بيبقى محتاج حاجة كومباكت حاجة كومباكت عشان المساحة بتبقى تحت مسلا في الكراكا بتبقى المساحة قليلة فا ما بقدرش ان انا ادخل البي و دي لان حجمها بيبقى كبير نسبيا فبيستخدم البي وان والبي بيبقى فيها الامكانية زي ما احنا قلنا اللي هي بتشيل السي ووتر عندي بعد كده انا 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 البي وان ديت يعني دفع انا متهيقل ان انتم استعملتوها فعليا مع مع عملة في مارينز في السوق عندنا صح ولا انا فاكرة غلطة؟ نا احنا استخدمنا الفي و دي استخدمنا الفي و دي الفي وان بره بره شغالة كويس جدا في في المارين بره شغالة كويس جدا في المارين اه لكن لكن انتم بالفعل يعني اشتغلتم ان انتم مرتو فاصل في المارينز بس استعملتو الفي و دي اه اه احنا احنا طلبنا ان ان الزيت اه الزيت يتعبى يتعبى في بوكسز في في كيوبس واحنا اشتغلنا اشتغلنا عليه بره ورجعنا ورجعنا الاصل تانيا جميل جدا جميل ماشي يا هندس معلش النقطة لا لا مفيش انت خضتني بس لا لا والله دي بقى صعبان علي ان انت انت مبتاخدش نفسك فبحاولة ديك نفسك يا هندس كالترخيه دك الله العزيزة عزيزة يا هندس عزيزة يا هندس دي بتستخدم بتستخدم كوليسنج كوليسنج تكنولوجي لان الفاكيوم زي ما احنا قلنا بيبقى بيبقى صعب في في الابليكيشنز ديت وعندي الاف سي ال الاف سي ال سي او تي ديت الاف سي ال اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده لكن بي ال ال الفاكيوم زيotzinج بتاعها بيبقى مختلفي ان هي بي اا بستخدمه في في فصل المية فالفاكيوم في ال؅� اشعر تعري attribute نفسه بيبقى بيبقى مختلف عن الفاكيوم العزيزة عشان اللي هي 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 كفلتريشن كارد عشان كده آآ الكود بتاعها لكن هي بتستخدم في وبتستخدم اللي بعد كده عندنا النيتروجين النيتروجين جينيريتور والهيد سبيس داي دي هيدريتور ديت زي ما احنا قلنا ديت بتعمل بتعمل بتضخ بتضخ معي نتروجين على الهيد بتاع الزيت فديت دي بتشلي بتشلي بكفاءة كبيرة جدا وديت بتسبت معدل المية بين متين لخمسمائة بي بي ام ومن مميزاتها برضو ان هي بتمنع توليد الهواء للماء ان طبعا عمليات الابزوربينج او الساكشن بتاع بتاع الهيدروليك سيستيم بيخلي الهواء اللي داخل جوه التانك يبداخل معاه بخار مية فهي طبعا عشان وجود النيتروجين في الحتة اللي فوق الزيت فدوت بيمنع تكون المية في الجزء اللي فوق الزيت وهي طبعا بالنيتروجين طبعا من خواصه اللي هو بيزيل الغازات المزابة القابلة للإحتراق اللي موجودة برضو في الجزء اللي فوق الزيت نتيجة لتعرض الزيت للحرارة فممكن يحصل ممكن يبقى عندي غازات مزابة جوه الزيت فهو طبعا بيبقى بيبقى كويس في ان هو بيشيل الكلام ده كله آخر حاجة ان انا بدل ان انا بدل ان انا بدل النيتروجين لو انا عندي الزيت ضامن ان هو ما فيوش ما بيطلعش غازات قابلة غازات مزابة قابلة الاحتراق في الزيت فانا ممكن بدل ممكن بدل النيتروجين ممكن ادخل ممكن ادخل دراي اير والدراي اير دوت هياخد الهوى بالمية اللي موجود فوق سطح الزيت ويطلع به برضو فيضمن لي برضو ان الهوى اللي فوق الزيت بيبقى بيبقى كومبيليتلي دراي انا هندسة استأذنك مهندس قبطان فقال سؤال يعني مهم جدا بصراحة واللي تدعوي باللي حاجة تقوله يقول لها حاجة هو عمر استعمال الزيت يعني عمر استخدامه هيبقى بعد ايه بعد ما انتوا تفلتروا وتشلوا منه المية يعني المية بتقلل عمر الزيت هل انتوا لما تشلوا منه المية هل الزيت بيرجع مرة تانية يعيش معانا وكده ولا بيبقى الزيت عمر قصير وكده هو زي ما انا قلت في الاول ان الاعتماد الاساسي على تغيير الزيت من وجهة نظرنا بيعتمد على الاداتيفز اللي جوه الزيت انا طول ما انا محافظ على الاداتيفز اللي جوه الزيت ان انا كل ما عالج الزيت بدري كل ما حافظ على الاداتيفز اللي جوه الزيت كل ما هطول عمر الزيت اكتر واكتر بمعنى ايه بمعنى ان الاتاتيفز اللي عندي بتوبقة ااتاتيفز اه انتي وير وانتي اوكسيديشن تمام لو انا لو انا لو انا دلوقتي من اول محطية الزيت الجديد وعشان احط الزيت الجديد برضو لازم الزيت الجديد اللي جاي اللي من المصنع لازم اعمله فلترة ليه لان الزيت اللي بيبقى جاي جديد ما بيبقاش نضيف مية في المية طبعا عمليات التعبئة في المصانع وعمليات التخزين وعمليات الترانسبورتيشن كلها ما بتبقاش اكيوريت مية في المية فالزيت عندي بيبقى جواه بارتكلز وممكن يبقى جواه مية فانا لازم قبل ما اعمل ااخد الزيت من البراميل ان انا بشتريها من اي شركة لازم اعمل لها اعمل لها تريتمنت الاول عشان اضمن اللي الزيت اللي داخل عندي جوا وعشان كده لازم قبل ما احط الزيت لازم ااخد عينة من البراميل اعمل لها تحليل واول ما تظهر لي هعرف اذا كنت محتاج اعمل لها ولا لا على اساس ان انا عندي اللي احنا كنا متفكين عليه في الاول لما اعمل اعمل تحليل الزيت اعمل له تريتمنت انا كده ضمانت ان الزيت في اول ما هشغله الزيت نضيف جدا طول ما انا بعمل بتاعتي ان انا بحلل الزيت اول بول اول لما اول لما الايزو كود يبتدي يتحرك عن التارجد بتاعي الحقه وعوض عوض على طول الايزو كود ارجعه بسرعة لاصله كده انا بحافظ على الاكبر قدر ممكن وممكن الزيت بدل ما كنت بغيره عند مثلا سنة ممكن يتغير على اربع او خمس سنين والله انت سنة يعني انا حاب ان انا يعني ااكد على كلام حضرتك ان الميكانزمات بتاعة الموظم بتاعة الزيت بتكون مرتبطة في الغالب بالكونديشنز اللي هو شغال فيها ومرتبطة كمان بيعني بالشوائب والشوائب المختلفة اللي هتخش له بالزبط اه فالجزء بتاع يعني مثلا المية هتعمل هتعمل هتخلي الادتف سنزل واتروحش تحارب المية ما تروحش تقوم بشغلها فسيطرة على الحاجات دي اول بول هيطول عمر ازاي ولكن انا حاسب ان انا اكد برضو ان الموضوع مرتبط بالكلفة مقارنة بالبلفت سنحن هناخدها يعني هو مش دايما احنا عايزين نعمل كل افضل الحاجات دي كلها ولكن وحسب الحرجية بتاعة المشينز بتاعتك وحسب الاستراتيجي بتاعة المشينز بتاعتك انت هتبقى تحتاج ان انت تعمل الخدمات دي او يحتاج ان انت تستعمل الادوات دي هل كلام كده مظبوط يا هندسة؟ بالزبط بالزبط انا 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 لازم لازم في الاول لما بيبقى عندي ماشين لازم لازم في الاول ابي اعمل لها استادي الاستادي ديت بتحدد لي ايه اللي انا بستهلكها فيها وفي الاول انا ممكن احط الزيت كا 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 كونسيومبول وابتدي احسب انا لو لو اشتغلت على الزيت دوت كا كونسيومبول انا هوصل هوصل بالتكلفة لقد ايه لكن لو نقلتوا الاسيت ان انا بتدي احافظ عليه التكلفة عندي هتبقى قد ايه ولو قارنت الاتنين ببعض مع ان انا لو اعتبرت الزيت كا كونسيومبول ان انا احط احط الشات دون الشات دونز بتاعتي احطها عندي ككوست الصادن الصادن فيليارز اللي بتحصل لي بعدم بعدم الاهتمام بالزيت اه بحطها عندي بوضو في الكوست الكمبولنس اللي اللي انا بغيرها في الصادن فيليارز ديت لو لو انا حطيتها عندي بوضو في الكوست دي كلها بتبقى من ضمن الكوست اللي انا بحطها عندي لو انا اعتبرت الزيت كا كونسيومبول ما ابتديهت ان انا اهتم بيه في الاول لكن بعد كده لو حطيت الزيت كاست هيبقى عندي التكاليف اللي بتبقى عندي هتبقى مثلا التكاليف بتاعة التحاليل اللي انا بعملها التكاليف بتاعة اللي انا اللي انا او اللي انا بعملها للزيت وفي الاخر خالص ده ببتدي اشوف المدة اللي انا في المدة مثلا لو في التلات سنين اللي انا كنت اعتبرت الزيت التكاليف عندي كانت اكس لكن لو 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 اعتبرت الزيت انقست واعتبرت وبتديت عمله التكاليفة عندي هتوبقى مسلا ربع اكس فانا كده انا انا كده في الاخر لم انا اللي ببقى كسبان فالستراتيجي لازم تتحسب على ما بتتحسبش على ما بتتحسبش على الانا دلوقتي هعمل ايه? انت لازم تبقى تبصلها بعد سنة بعد سنتين بعد تلاتة انت رايح فين? ده كلام يعني سليم جدا وانا يعني اه برضو مرة تانية انا معلش ان بقاطعك يا هندسة. لا 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 هندسة لا كوي. انا مش شايف الشات بس انا معتزل الله. اه. كده بنائي منها اه يعني اسئلة وزي مرة تانية لو حد عنده استفسرات اه يعني اه بالخدمات نفسها وكده يعني اه اه احنا اللينك موجود انا هحط مرة تانية اهو. لو حد هايب انه هو يبعت اسئلة بالخدمات نفسها لمهندس محمود فيقدر يمنى الاستمارة دي وانا هشير الرزلت بتاعتها مع مهندس محمود هو يتواصل معكم او ايه ان كان البروس هتمشي ازاي بعد كده. اه. فمعليش اعتمد ده بعض الاسئلة اللي انا وبجاوبش عليها. فانا بس بقول للناس البروس هتا فيمشي ازاي. وآآ يعني اه فيه برضو ناس تفأل عن لو فيه دراسة معمولة قبل كده وعفية عندكم رزلت امور وفارت كام. يعني الاستعمال الاجهزة دي. الارو اي بتاعه كان عامل كام. ده لو فيه كيس بالشكل دوت ممكن لو حد تقدر تشاركها مع الناس. انا هدر انا بعتلكو. عظيم جدا حلو جدا. يبقى لو حاجب بعتليها نزلها الناس على جروب التليجرام. ويعني ايز اخر حضرتك تفضل يا هندس.